التطلع لتغيير طبقة سياسية تجذرت في العملية السياسية وانتجت حكومات متعاقبة تستعد له تيارات وتشكيلات انتخابية جديدة عبر المشاركة في الانتخابات المبكرة بعيدا عن التحالف مع الكتل السياسية ما كبر منها وما صغر والمهيمنة على مصدر القرار السياسي طيلة ما مضى من الأعوام الانتخاب المزدوج مختصر لهذا المصطلح وهو تمثيل إرادة الشعب بشكل مباشر باختيار المرشحين وباختيار الحكومة التنفيذية كون أن الحكومة التنفيذية هي الجهة الفعلية الوحيدة المرتبطة ارتباط مباشرة بخدمة المواطن العراق فلماذا لا يتم اختيار الحكومة التنفيذية قبل الوصول إلى الانتخابات الشارع العراقي والفرد العراقي حقيقة فقد مصداقية حتى بالانتخابات من خلال الاستمرار بنفس الوجوب وكنفس الكيانات وكنفس الكتل اليوم احنا في كل انتخابات ترجع نفس الوجوه بنفس الفكر بنفس الادارة والدليل انه على الواقع ما لمسنفت شيء ملحوظ يغيرنا الواقع من الحالة السلبية الى الحالة الايجابية فبالتأكيد اليوم الشعب العراقي يحتاج الى وجوه جديدة يحتاج الى كفاءات علمية يحتاج الى شباب منتفض ضد الامور الموجودة في البلد جيل سياسي جديد يترقبه الشارع وان يتصدر المشهد السياسي في اول انتخابات ستشهدها البلاد بعد تظاهرات تشرين ومع قانون انتخابات الدوائر المتعددة الذي ازاح سانت ليغو سيء الصيت من الحسنات هذه القانون هو الدوائر الانتخابية التي تم اليوم تحديد كل دائرة بدائرتها لكن هناك مشاكل كثيرة منها القانون نفسه عن الفطاقة البايومترية كنا نتمنى ان تنتهي كل الناخبين العراقيين يتم التصويت عن طريق البطاقة البايومترية لان مشكلة المفوضية ومشكلتنا الشعب العراقي هو في سجل الناخبين فعندما تكون لدى كل الشعب العراقي الذين مؤهلين للذهاب الى صناديق الاقتراع بطاقات بايومترية هذا يعني انه سنضمن نزهة الانتخابات طبعا الشعب العراقي شعب واعي حاليا لهذه المرحلة اللي سبقت والسنوات اللي سبقت عانى ما عانى الشعب العراقي وشاف ما شاف الشعب العراقي فأوجه دعوة ونداء الى كل الشعب العراقي ان ينتبه هذه المرة الى هذه الدور الانتخابية وان يجد الجهة التي تحمل مسؤوليته بالكامل سواء ان كانت على المستوى الخدمي سواء ان كانت على المستوى الوظيفي سواء ان كانت على المستوى الاقتصادي سواء ان كانت على جميع الاصعدة قرابة الأربعة أشهر تبقى على موعد الانتخابات مع تأكيدات حكومية بإجرائها بذات التوقيت وأن لا نية لها بتأجيلها يرافق ذلك تصريحات المفوضية بأنها مستعدة لانتخابات العاشر من تشرين